نروح دلوقتي مباشرة ونشوف موجز الثامنة مع الزميلة دينا شرف ومعاها آخر الأخبار الثامنة صباحا مع دينا شرف إليك دينا شكرا لك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت تاجرينش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة عدم قبول العالم استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير مجددا تأكيد مصر على الرفض التام للتهجير القصري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء وخلال افتتاحه قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة شدد الرئيس السيسي على أن التهجير القصري ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة لافتا إلى أن تصفية القضية الفلسطينية لن تكون أبدا على حساب مصر وأشار الرئيس السيسي في كلمته إلى أهميات الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة ويهدد السلم والأمن الدوليين لافتا إلى أهمية العمل على خارطة الطريق لإنهاء المأساة الإنسانية وإحياء مصار السلام أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أكدت فيه أن مصر الساعة من خلال دعوتها إلى قمة القاهرة للسلام إلى بناء توافق دولي عابر ثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحياتها الألاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأضاف البيان أن مصر تطلعت أيضا إلى أن يطلق المشاركون نداء عالميا للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة وتمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة تفضي خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية شارك نحو مائة ألف شخص في مظاهرة لدعم الفلسطينيين بوسط لندن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وتحرك المتظاهرون رافعين لفتات الدعم والأعلام الفلسطينية بأنحاء لندن قبل أن يتجمعوا خارج تان داونينج سريت حيث المقر الرسمي ومكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك ورفعت المظاهرة شعار المسيرة الوطنية من أجل فلسطين ونظمتها حملة التضامن مع فلسطين استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمقهى وسط مدينة خانيون السجن بقطاع غزة كما قصف الطائرات الاحتلال مسجدين في مخيم جبلية شمال قطاع غزة وفي وقت سابق استشهد خمسة مواطنين في قصف منزل في حي الزيتون شرق غزة في منتشلت خمسة جثامين من تحت أنقاض منزل آخر في الحي ذاتي يعود لعائلة يسين كما استشهد ثمانية مواطنين في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مطعما في سوق مخيم النصيرات وسط غزة أعلن نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة دمتري بوليانسكي اعتزام بلاده طلب بعقد اقتماع آخر لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في غزة والتصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين هذا وعقد الاثنين الماضي اجتماع بطلب روسي بشأن نزاع لكن مشروع قرار اقترحته موسكو يدعو إلى وقف إطلاق النار أجهد بسبب معارضة أربعة من أعضاء المجلس من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية التي انتقدت النص وأكد بوليانسكي أن روسيا ستطلب عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن مشددا على أنه لا يجرؤ أحد غير روسيا على القيام بذلك قالت الممثلة الخاصة لليونسيف لدى فلسطين لوتشيا ألمي إن مليون طفل في غزة بحاجة عاجلة للحماية وطالبت مسؤولة ليونسيف بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات المستدامة إلى غزة مضيفة أن فريق عمل المنظمة الأممية يحتاج إلى إدخال الوقود فورا إلى قطاع غزة وشددت على أن المأساة الإنسانية في القطاع مستمرة ويجب أن تتوقف فورا حذرت خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات كارثيا مؤكدة أن المستشفيات تضيق بالجرحة وأن الأطفال يموتون بوتيرة مقلقة ودعت تلك الوكالات المجتمع الدولي إلى القيام بالمزيد لمساعدة سكان غزة أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها تعتزم تكثيف ضرباتها على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من الهجوم على القطاع منذ بداية التصعيد الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينين شنت إسرائيل غارات جوية مدمرة وقصفا كثيفا على القطاع كما حجدت حجرات الآلاف من جنودها ومئات من دباباتها على طول الحدود مع غزة تمهيدا لعملية برية محتملة ختم مجدأة الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر